ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بس إذا كنت مبتدئ وتبي تلعب بشيء أول مرة تلعب فيه أنصحك بشخصيتين أو ثلاث الشخصية الأولى الوريور هذه الشخصية رقم واحد الشخصية رقم اثنين بالنسبة اللي أشوف هنايت لأنه راح يتحمل شوي طاق والشخصية الثاثة اللي أنصح فيها أن تكون هرد هذا هرد أو هردت وقعتين طاق كذا هذه الشخصية الثاثة اللي أنصح فيها اللي تحت راح يكونوا شوي فيهم صعوبة لازم تكون عندك صعوبة أخبرنا في لعبة دارك سولز وكل واحد مميزة طبعا فخلني نبتعد عن هذا الموضوع ندخل معاكم ندخل المرسنري أو مرك هنري ما دي والله بيضرطوا شي يسمونه واحد من الاثنين نأخذ معاكم القفط طبعا القفط عادة أنا أخذ شنو لايف رنك حاجة أقدر أستخدمها من أول اللعبة لآخر اللعبة واستفيد منها طول الوقت عرفتم كيف هالمرة تدري أنا عرف محل لايف رنك في اللعبة هلث ما بيهتم فيه كثير راح أخذ الفايرجوم بس إذا أنت لعب أول مرة اللعبة أخذ اللايف رنك لأنه راح يعطيك هلث أكثر شي يعني أحس تحتاج حك تبتديه في اللعبة ما أدري هذي السوز يمكن تعطيك فلوس أكثر بداية اللعبة وما تحتاج فلوس فيه أشياء كثيرة طلع منه الفلوس فيرجم راح تسوي للسلاح الفيوز ويعطيك على سلاحك شي ناري المهم هذا راح نستفيد منه في حركة لأن فيه سلاح مرة جبار أبي أخذ من البداية ونتون راح تشوفون كيف طبعا راح أهدا they're wearing a 1080 هاير ستايل فخلينا نبتدي معاكم نقول بسم الله نقول بسم الله ونبتدي معاكم تختيين لعبات دارك سوز 3 وإن شاء الله إذا أنت أول مرة تشوف قناتي أو مشترك جديد طبعاً أنا عاد إذا أتسوي تختيم لازم أشرح كل شي من طلوط إلى سلام عليكم أشرح كل حاجة يعني كل الإيتيمات اللي حصلها وين تحصلها أشرح كل شي بالتفصيل وما أخلي أحد يطعم الفيديو مو مستفيد من الشي يعني ما مو بس تطلعها تستمتع هم تتعلمها في نفس الوقت فتخليها اثنين في واحد طبعاً في إيتيماتش البداية لحلقتها سريع وفي حركة كيف تحصل كتانا مرة ممتاز وبعدين ننطلق معاكم في الفيديو الثاني إلى البوست الثاني طبعاً أكيد نخلص البوست الأول ببوست تدريبي في هذا الفيديو فانتقل معاكم الحين نبتدي مرحبا أبي أشوفه شو أنت تقتلي البوست الأخير طبعاً شباب كنت بسوي البلاتينيوم بسوي في التختيم الثالث فانتقل معاكم كوستاث بس كوستاث بس كوستاث بس كوستاث لدي كوستات لكن أغلب الناس قالت ليش أنه يجي هاد يبتدي بشخصية جديدة حق نشوف شونا اللي ساير معاك طبعاً زي ما تشوفه عندي سيف ودرع أنا ما أبل الدرع أضغط مثلث وحمل السيفين أنا أريد سيفين أنا لاعب كل هدى الموضوع عشان السيفين اشتركوا في القناة 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 هذن هذن ضربت الأرض نفس المشكلة تلك الشيء نرجع ورحة المرة عبي نهل نتقدم اوح لا 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 هذن حبيبي خطوة يدمج عبي هذنك الجهدي أطمن نك تفجر وجهه موسيقى 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 خبيب هالكمبو خبيب أل التضل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أحسن الأغراض كما هو أحسن الأول أحسن الأول أحسن الأول احسن الأول أحسن الأول يمكن أن أستخدمfreلم أحدهم اشتركوا في القناة 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 في يوم الثاني بس خليه تفتح هذي احاول شباب انه ما اقطع اشياء كثيرة حق الناس اللي ما لعبت اللعبة ولا عرفت اساساً شنه هذي اللعبة وتيبي تلعبها من جديد تستوعد وفي ناس اللعبة تلعب داركسوز من قبل او لعبة بلوت بوند فهذي مشابه لها بشكل كبير المهم انا اول شي ابي فلوسي هذي فلوسي لانه لو متل المرة الجاي ما رحت ترجع الى التسعة على فتروح وهذا السلاح اطان الاول من الطفل ملابس لشخص هذي؟ هذي؟ والاي و two موسيقى 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 اشتركوا في القناة بس اذا اضعنا الفاير بنزل الدمج بس يزيدنا دمج في نوع ثاني فتقريبا ما تخسر الدمج بس تنوّع نوعه بعض احياني على الوحوش ثاني يكون لك شي جبار فراح احط على هذي السلاح اسمه يوتن ايش اسمه؟ يوشي جاتا يوشي كاتانا يوشي كاتانا توقع المهم جبوا بعد ان الاسام لا تخوين عليه فيها مئة بالمئة لا تأخذون بس ان نعرف نوع السلاح اسم كاتانا هلوف تشوفون سطر ثاني كاتانا احياني عندي سبعة الاف سبعة الاف سبعة الاف هذي ما خليه تروح بلاس شون اسوي؟ اطور فيها اول شي راح اطوره عند الهيالث 17 كثيرة خليها 15 ونزيد الدكستورتي عشان الدكستورتي هي اللي راح نستخدم فيه الاسلحة السيفين اكثر شوية بنحطها كنفرم يس وكذا انتهي تقيم الشباب من هذا فيديو جزء الاول من تختيم داك سوس بس قبل انتقل معاكم خلوني اغير اللبس هاده ما عندي هادة انت لبسها هاده اليد ما الماستر هاي واحده هاده ماستر ما عندي تقيبا كيده شكلها اانه ما حبيت الشكل شكل أول أحلى شكل أول أحلى ناخذ أرمر أكثر والوزن ما راح يأثر عليني بشكل كبير حلو حلو فتقريبا كذا شباب يصنعون هذه الفيديوهات ماني عجبكم واستفدتم من الشيء إذا عندك أي سؤال يستفسر اكتب ليه في الكومن تحت وإن شاء الله بكرة راح نبتدي جزء ثاني بس إذا أنت تبي تلعب أو تتقدم علي تجي هادة مرحلة أو تجي هادة البومفاير تضغط الأولى ترافل وتروح للمنطقة الجديدة هاي طبعا المنطقة اللي احنا فيها الأولى وفاير لينك شرين هادة الباس الأساسي اللي حقنك وين ما نروح لازم نرجع هنا نطور وين ما نروح كأن نطور حقك في دستيني أو شي ثاني من ألعاب ثاني فهذي هاي وال أوف لثوريك هادة راح نجيه إن شاء الله بكرة ونبتدي معاكم تختيمها وفيه طبعا بوس وراح نفقع وجه البوس ونعلمكم كيف تفقعونا فإن شاء الله عجبكم الفيديو شباب لا تنسون لايك فيه في سبسكرايب ونشوفكم الحلقة في فيديو جاي زي ما قلتكم إذا عندك أي سؤال أي سؤال أي استفسر اكتب لي الهاتف في الكومنت وإن شاء الله ما قسم معاكم نشوفكم على خير السلام عليكم